ما هي الزكاة؟ بسم الله الزكاة جزء محدد من المال يخرجه المسلم لمستحقه الذين حددهم الله سبحانه وتعالى إذا تحققت في ماله شروط معينة بالنسبة للذهب والفضة والنقود والبهائم يجب أن يمتلك النصاب ويمر على امتلاكه له عاما كاملا دون أن ينقص هذا النصاب ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة هي قيمة محددة تجب بشروط محددة لفئة محددة حددها الله سبحانه وتعالى من تركها يأثم وجرمه عند الله عظيم أما الصدقة فهي عامة في كل النفقات المباحة التي ينفقها المسلم تطوعا من عنده في سبيل الله تشمل حتى نفقته على أهله وكذلك فيجوز أن نسمي الزكاة صدقة لأنها نوع من أنواع الإنفق ما معنى النصاب؟ النصاب هو الحد الأدنى الذي يجب على من امتلكه وبقي عنده سنة كاملة أن يخرج زكاته وإن امتلك أقل منه لا تجب عليه الزكاة وإن زالت ملكيته لذلك النصاب قبل اكتمال السنة فلا تجب عليه الزكاة كم يبلغ نصاب النقود والذهبي والفضة؟ نصاب الذهبي هو 85 جراما من الذهب من عيار 24 أو ما يساويه من العيارات الأخرى فنصاب الذهب من عيار 22 هو 92 جرام فاصلة 7 ونصاب الذهب من عيار 21 هو 97 فاصلة 1 ونصاب الذهب من عيار 18 هو 113 جرام فاصلة 3 ونصاب الذهب من عيار 14 هو 145 جرام فاصلة 7 ونصاب الذهب من عيار 10 هو 240 جراما ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة أما نصاب النقود فهو سعر شراء نصاب الذهب يعني سعر 85 جراما من الذهب عيار 24 كيف نعرف نصاب النقود؟ من أراد معرفة قيمة نصاب النقود فيتصل بالصائغ ويسأله كم يبلغ ثمن 85 جرام من الذهب من عيار 24 بالسعر الذي يبيع به الصائغ هذا هو نصاب النقود إن امتلك هذا النصاب وبقي عنده عاما كاملا لم ينقص عن النصاب فعندها عليه أن يخرج زكاته إذا امتلك النصاب ثم نقص ماله ثم كسب مالا جديدا وامتلك النصاب مرة أخرى فمتى تكون بداية الحول؟ بسم الله إذا نقص المال عن النصاب ينقطع الحول فإذا عاد وامتلك النصاب مرة أخرى يبدأ حساب عام جديد من الامتلاك الأخير للنصاب ما هو الحول؟ بسم الله الحول عام هجري كامل فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول حولان الحول يعني مرور سنة هجرية كاملة كيف نحسب قيمة الزكاة التي نخرجها؟ بسم الله تجمع الأموال التي تريد أن تخرج زكاتها ثم تقسمها على 40 100 تقسيم 40 2.5 100 ألف تقسيم 40 2500 هذا المبلغ 2500 هو الذي يعطى لمستحقه هل في البيت والسيارة زكاة؟ الأملاك كالبيت والسيارة والعقارات بشكل عام الأراضي الأغراض الموجودة في المنزل بالنسبة للعمارات إذا كانت للتأجير أو للسكن أو ما شابه ذلك فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة التاجر الذي يتاجر مثلا بالعقارات العقار الذي يكون من عقارات التجارة هذا فيه زكاة وكذلك سائر الأمور التي يمتلكها التاجر وتكون للتجارة وليست أملاكا خاصة فهذه فيها زكاة الذي يكون للتأجير الذي عنده بيت يؤجره أو سيارة يؤجرها فهذه ليست فيها زكاة لأنها ليست للتجارة وإنما هي ملك خاص كيف تزكى بضاعة المتجر؟ من كان عنده متجر يجمع البضاعة التي هي معدة للتجارة ويحسب ثمنها بالسعر الذي سيبيع به ثم يزكيها كما تزكى النقود هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي جدا وقد ثبت بالأدلة القاطعة وجوب إخراج زكاة الذهب والفضة ثم جاءت بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم إخراج زكاة الحلي لكن الأدلة التي استثنت الحلي أضعف من الأدلة التي أثبتت الزكاة بالذهب والفضة فالقول الذي أختاره والله أعلم وجوب الزكاة في الحلي وغيرها من الذهب والفضة أما المصنوعة من جواهر أخرى ماس أو ما شبه ذلك فليس فيها زكاة هل نضم النقود إلى الذهب لتكميل النصاب؟ في المسألة خلاف والراجح أنه لا يضم شيء إلى شيء من أصناف الزكاة يعني لا يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب ولا النقود إلى الذهب لتكميل النصاب ولا النقود إلى الفضة لتكميل النصاب وإنما يحسب نصاب كل جنس من هذه الثلاثة على حدة هل يضم ماله إلى مال زوجته لتكميل النصاب؟ إذا كان للزوج مال خاص وللزوجة مال خاص فلا يضم المالان لتكميل النصاب وإنما كل يحسب على حدة هناك مال استدانه مني شخص ما إذا كان المدين موسرا وقادرا على رد المال إلى صاحبه وغير جاحد له ففي ذلك المال زكاة لأن حكمه حكم المال المخبأ في مكان ما أما إذا كان المدين معسرا ليس عنده قدرة على رد ذلك الدين أو مماطلا أو جاحدا لذلك الدين فلا زكاة فيه حتى يقبض والأفضل أنه إذا قبضه أن يزكيه عن سنة سابقة عند قبضه له هل يمكن أن أسامح المدين بالدين وأعتبر ذلك من الزكاة؟ لا يجوز ذلك وذلك لأن الواجب في الزكاة الإيتاء قال الله سبحانه وتعالى وآت الزكاة يعني إعطاء الزكاة وذلك لأن الذي تجب له الزكاة هو الذي يحتاج إلى مال جديد لكن إن أعطى زكاته لذلك المدين ثم المدين بدوره أعطاه سد الدين من هذا المال الذي هو من الزكاة سد الدين أو سد جزء من الدين لا بأس بذلك يسأل عن مكافأة نهاية الخدمة هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لأنك لا تملك ذلك المال ولا يمكنك أخذه في الوقت الذي تشاء وإنما بعد قبضها تزكى الأفضل أن تزكى إلى حول سابق هل يجوز إفراج زكاة النقود على شكل مواد غذائية أو ألبس أو ما شبه ذلك؟ لا يجوز أن تخرج بهذه الطريقة إنما هي زكاة مال فتخرج مالا والفقير يمتلك ذلك المال بعد أن يعطاه وله الحق بالتصرف به بما يريد هو لمن تعطى الزكاة؟ الزكاة تعطى للفقراء والمساكين ومن كان عليه دين غير ربوي ويعجز عن الوفاء به وللمجاهدين وللمسافر الذي انقطع من المال في سفره ويحتاج مالا ليبلغ به سفره ولجبات الزكاة بأمر من ولي الأمر وهدية للكافر الذي يرجى منها من إهدائه ذلك المال أن يرق قلبه إلى الإسلام وفي تحرير الرقاب أو تحرير العبيد وفك الأسير يدخل في ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هل يجوز أن أعطي الزكاة للمسجد أو لدار تحفيظ قرآن أو ما شابه؟ لا يجوز ذلك فالمساجد ومراكز التحفيظ ودور التوعية وما شابه ذلك ليست مما أمر الله سبحانه وتعالى أن تعطى الزكاة له هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب أو الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الإخوة؟ يجوز إعطاء الزكاة للأقارب ويكون أجرها مضاعفا لأنها صدقة وصلة رحم لكن لا يجوز إعطاؤها للزوجة بالإجماع أما الزوجة تعطي زوجها ففي هذا خلاف ولا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين بالإجماع لأنه مكلف الإبن مكلف بالإنفاق عليهما من حر ماله والأجداد لهم حكم الآباء على قول الجمهور وكذلك فإن الأبى لا يعطي الزكاة لأولاده لأنه مكلف إن كانوا بحاجة أن يعطيهم من حر ماله أما الأم ففي الأمر خلاف والأفضل أن لا تعطيها لهم هل يجوز توكيل الغير؟ الوكالة جائزة في الزكاة مثل أن تعطي مالا لشخص وتقول له وزعه على فلان وفلان أو وزعه على الفقراء بمعرفتك فذلك جائز هل يجوز إعطاء الزكاة لجمعية خيرية؟ يجوز ذلك بشرطين الأول أن الجمعية تعطي الزكاة للفقراء في الوقت المحدد في وقت إخراجك للزكاة أو في الوقت الذي يجب فيه أن تخرج الزكاة ولا تدخرها تلك الجمعية لتقسمها على الفقراء دفعات والشرط الثاني أن تعطيها لمستحقيها كما هي بمعنى إن كانت زكاة نقود فتعطيها الفقراء نقود وإن كانت زكاة زرع أو مواشي فتعطيها الفقراء كما هي ولا تتصرف الجمعية في ذلك هل يجوز أن أخرج زكاة المال عن غيري؟ يجوز ذلك في حال كلفك هو بذلك لكن أن يقول فلان بخيل لا يريد إخراج زكاة ماله فأخذ من ماله وأخرج الزكاة دون علمه فهذا لا يجوز هل يجوز تأخير الزكاة أو تعجيلها؟ الزكاة عبادة لها وقت محدد وهو حوالان الحول فلا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا في حالة الضرورة الحرجة مثل أن شخصا بحث ولم يجد أي مستحق للزكاة فيحتاج إلى بحث أكثر أما تعجيلها عن وقتها فجائز على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في حال وجدت مصلحة راجحة كوجود مجاعة أو شخص فقير بحاجة إلى مال على وجه السرعة فيعجل إخراج الزكاة له فهذا جائز هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ الأصل إخراج الزكاة في البلد نفسه الذي فيه صاحب المال لحديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل لهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم لكن إن وجد بلد آخر فيه حاجة أكبر مثل مجاعة أو حرب أو ما شابه ذلك وأهله بحاجة أكثر للمال أو وجد لصاحب المال قريب مستحق للزكاة في بلد آخر فنقل المال للبلد الآخر في تلك الحالات لا بأس به أبدا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم